موف موريتيل عالم جديد يناديكم رئيس الجمهورية يشارك بالعاصمة الكورية سيول في حفل العشار منظم على شرف رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركين في القمة الكورية الإفريقية المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تطلق تكوين لمجموعة من الإعلاميين وشبكة الصحفيات الموريتانية تنظم ملتقا للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات وزير التنمية الحيوانية يشرف من بلدية أرشورغيت على انطلاق الإحصائي العام للتروة الحيوانية على المستوى الوطني مشاهدين الكرام حياكم الله أهلا بك من التفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة يرافقني في جزئها الأول بلغتي لشارع سميري سلمو ليحفظه شارك فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ول الشيخ الغسواني رئيس الاتحاد الإفريقي والسيدة الأولى دكتورة ماريان فاضر دا مساء اليوم في حفل العشاء الذي يقامه فخامة رئيس جمهورية كوريا سيد إن سوك يول وعقيلة سيدة الأولى كيم كيونغ في فندق الشيلا سيول على شرف رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركين في القمة الكورية الإفريقية حضر حفل العشاء الترحيبي حوالي ستين مدعوا ساميا يمثلون ثمانية وأربعين دولة إفريقية مشاركة في القمة الكورية الإفريقية الفين واربعة وعشرين التي ستنطلق يوم غد تحت شعار المستقبل الذي نصنعه معا النمو المشترك والاستدامة والتضامن وكان فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الفريقي قد وصل مساء أمس إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول للمشاركة في القمة الكورية الإفريقية التي ستنعقد يوميا الرابع والخامس يونيو الجري وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية بالمطار السيد أوكي أونغ وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وسيد هيون كيم مديرة قسم التشريفات للشرق الأوسط وسيد سيدي الحاج سفير بلادنا في كوريا بالإضافة إلى بيون جان يون سفير جمهورية كوريا لدى بلادنا ويشارك في يد القمة المنظمة تحت شعار المستقبل الذي نصنعه معا النمو المشترك والاستدامة والتضامن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ومسؤول المنظمات الدولية ذات الصيلة بإفريقيا إضافة إلى رواد الأعمال في كوريا وإفريقيا وذلك بهدف تعزيس التعاون والتكامل بين كوريا والقارة الإفريقية ويرافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد هام يضم كل من الدكتورة ماريا منتدى السيدة الأولى المختار لدى الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد سالم ولمرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سيدية الحاج سفير موريتانيا بسيول أحمد الباهيني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية سيد أحمد ولبوه مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة في الشأن البرلماني خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم برئاسة النائب محمد رمين سيد مولود وبحضر عبد السلام ولمحمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ومثل للحكومة في هذا الاجتماع للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والوكلة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل المشروع المدمج لتعبئة المياه السطحية مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل مشروع التسيير المستدامة للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقعة بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تنمية حوض نهر سنغال ودعم قدرته على الصمود مشروع قانون حول اتفاقية التنمية الموقعة بين بلادنا ورابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي عناية الموسع نشروع قانون يلقي وأحل محل القانون القاضي بإنشاء منطقة حرة في النواديبو انطلقت الصباح اليوم بالعاصمة فعاليات برنامج التكوين لصالح مجموعة من العاملين في مجال الإعلام الخصوصي من صحفيين وفنيين يهدف هذا التكوين إلى تمكين الصحفيين المشاركين من الأدوات اللازمة للنهوض بالإعلام الخصوصي تشريعات وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية هي مواضع النسخة الرابعة من الدورة التكوينية الشاملة للصحافة الخاصة المنظمة من قبل صندوق دعم الصحافة الخاصة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وذلك من أجل تمهين الحقل الإعلامي إن الاهتمام بتكوين وتمهين الصحافة يشكل إحدى أهم محاور برامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني تسهر حكومة مع الوزير الأول السيد محمد البلال على تطبيقه بشكل متكامل وما المكاسب التي تحققت مؤخرا في مجال الحريات الإعلامية وتحسين ظروف عمل الصحفيين ومضاعبة الدعم العمومي وتصد لبلادنا للبدال العربية والإفريقية في مجال حرية الصحافة إلا تجليات لهذا الاهتمام وذمار شاهد لذنسال الإصلاح الإعلامي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع الإعلاميين قبل أربع سنوات وهو الإصلاح الذي تواصل السلطات العمومية بجد واكبه الإعلاميون بالصدق يشارك في الدورة التكوينية مئة صحفي من القطاع الخاص باللغة العربية واللغات الوطنية والفرنسية تتنزل هذه الدورة التكوينية بإطار الاهتمام البالغ الذي توجه السلطات العمومية للتكوين المستمرة والذي تعمل المدرسة الوطنية للإدارة والصحابة والقضاء على تجسيده واقعا ملموسا حيث تشهد المدرسة حاديا سلسلة من التكوينات المستمرة لمختلف المجالات ولصالح إدة قطاعات حكومية رئيس السلطة العرية للصحابة واستمعيات البصرية قدم محاضرة عن الخبر وقدسيته من القارب أن أردت من صورة النبل وجدت من سبعين من أبنين يقين أني وجدت مراتة تنجيكهم مروحية من كل شيء وعرف عظيم وجدتها وقومها وهذا حقيقة يجعل ذي ياسم التويل بأن كل التكوينات التي يقاموا بهذه الصالحة الصحريين تستهدف أساسا سدعم معالفهم العلمية والمهنية ومن أولويات الصحري هو المحافظة للخبر على فكسيته والأرأي على حريته والآية صورة النبل قصوصا نموذج جريد من التمييز الصارم بين صدقية الخبر وبين حرية الرأي تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار التعاون بين صندوق دعم الصحافة الخاصة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء إن تكوين الصحفيين أمر أساسي ضمان جودة العمل الصحفي ومواكبة التطورات الحديثة بالمجال ويساعد كدريب على تطوير المهارات الجازمة للبحث والتحرير والتواصل بفعالية مع الجمهور كما يساهم التكوين في تعزيز الوعي بالمعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة ويساعد على فهم أفضل لأخلاقيات العمل الصحفي وضرورة القفار على النزاهة والموضوعية في تنطية الأحداث سيتلقى المشاركون في هذا التكوين الذي يستمر أسبوعين دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف المجالات المتعلقة بالحقل الإعلامي مقدمة من قبل خبراء متخصصين في مجال تقنيات الإعلامي والاتصال في موضوع النادي الصلة نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات صباح اليوم ملتقى واكشوط للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات يشارك في هذا الملتقى عدد من الإعلاميين ومثل المؤسسات الإعلامية والمهتمين بالشأن السياسي الوطني تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة ومحافظة على تغطية إعلامية محايدة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة في نسخته الثانية تنظم شبكة الصحفيات الموريتانيات ملتقى واكشوط للتغطية الإعلامية المهنية يتي تنظيم ملتقى واكشوط للتغطية المهنية للانتخابات النسخة الثالثة التي عودتنا شبكة الصحفيات الموريتانيات مشكورة على تنظيمه إمام استحقاقات وطنية عديدة تزامنا مع استعداد بلادنا لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية المقرر 29 يونو 2024 وسيسهم هذا الملتقى في تحسين قدرات الصحفيين عبر التكوين على التغطية المهنية المحايدة ومد الصحفيين الموريتانيين بالمهارات والخبرات والفنيات الضرورية من أجل أداء مهامهم النبيلة وتسريحهم بما يرزم لمعالجة الأخبار المتعلقة بالانتخابات باعتذار ومسؤولية وهو ما ينسجم مع رؤية السلطات العلياء وما تسعى له من أجل وجود صحافة مهنية ذات مصداقية قادرة على توصيل الخطاب ونقل المعلومة الصحيحة في صورة دقيقة ومهنية وخلق مناخ مناسب لنقاش هادئ وبناء يفسح المجال أمام الرأي والرأي الآخر استهل الحفل بعرض فيلم عن أهم الأنشطة التي تم تنظمها على هامش الملتقى ومدى حضوره واستعداده للمشاركة في إنجاح العملية الانتخابية بكل مهنية محياد يحمل المنطقة تدارس الشركية وإجماعية الشركاء نحن جميعا شركاء في إنجاح المسار الانتخابي سواء بهيئات التنظمية المكذبة للتنظم المادية وبالتنوين النبال العديد المترشدين للأسجلان وسواء بإعلاميين ومتقرين وكل شركاء في التنمية نحن جميعا شركاء في إنجاح هذا المسار إنجاح المسار يتطلب تكوين تحيين وتعسين تكوين الإعلاميين وكل المساطة بين المترشدين وبين الناخبين وعودة متزراصلة لمفهوم المسرورية والشرحية لأنها لحظة إعلامي لقيم الدمقراضية لقيم التعادل والتنمية بالسرق وقيم التنافس البناء خلال ثلاثة أيام سيتلقى المشاركون محاضرات حول الموضوع أطراف العملية الانتخابية أدوار ومسؤوليات والسلامة الصحفية أثناء تعطية الانتخابات بالإضافة إلى ورشات عمل تطبيقية العنوان يحيل إلى مقاربة هامة في هذا الظرف بالذات فنحن على بعد أيام من انطلاق الحملات الانتخابية الممهدة لرئاسيات 24 بعد 2000 ولعله من الوارد في هذا السياق أن نضع النقاط على الحروف بخصوص انشغالات ممتهين صاحبة الجلالة عندما نسعى معا إلى تكريس الحياة والشفافية ونطمح إلى تغييب المعلومة المغلوطة ونقف حجر عذرة في وجه الأخبار الكالبة ملتقا واشوط للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات ملتقا يأتي بتعاون بين شبكة الصحفيات الموريتانيات ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وبعض الشركاء الإعلاميين أدى أبناء بشبكة الصحفيات الموريتانيات على تنظيم ملتقا واشوط للتغطية الإعلامية المهنية قبل كل استحقاقات لتكوين الصحابيين وتسليحهم بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم على تقطية مهنية متوازنة وحيادية وذلك من خلال دورة تكونية يشرف عليها مدربون وطنيون وتوليون ودليل للتقطية ونذوات إعلامية وسياسية المداخلات خلال الملتقى ركزت على أهمية التكوين المهني في هذه المواسم الانتخابية وهو ما أكدته ممثلة الأمم المتحدة للإنماء وكالة كما ثمن الأستاذ المحاضر رياض محسعس عمل الشبكة في هذه المواسم الانتخابية مؤكدا ضرورة دعمها المستمر أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم بن وكشوت منصة لمتابعة تنفيذ توصيات الموجهة للحكومة من طرف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان تهدف المفوضية من خلال هذه المنصة إلى توفير توصيات هيئات الأمم المتحدة التي وقعت عليها بلادنا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تنظم ورشة لإطلاق قاعدة بيانات لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة للحكومة من طرف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وذلك بحضور ممثلين عن الهئات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تتميز قاعدة البيانات هذه بكونها أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحرات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات الإجراءات الخاصة المقررين الخاص ومجموعات العمل كما تتميز بكونها أداة لتسهيل تنسيق الحكومة والتحديث المستمر للبيانات بما يسمح بتصنيف وتحديث المسؤولية المناطة بكل قطاع على حدة وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذها كالتزامات للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة إضافة لما توفره من مساعدة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية منصة خاصة بتتبع وتنفيذ جميع التوصيات المقدمة لموريتانيا التي تدخل في إطار الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة سعيد بوجودي معكم في حفل إطلاق قاعدة البيانات التي تشرفون عليها لرصد توصيات أهليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تعد نتاج عملية بحث عدة سنوات من طرف المفوضية وبالتشاور مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال فترة المراجعة الدورية الشاملة والمشاركة البناء مع هيئات مراقبة المعاهدة التي قدمت لها موريتانيا مؤخرا عدة تقارير وشاركت في حوار بناء مع خبراء الأمم المتحدة هيئات ومنظمات مجتمع مدني تابعوا عرضا مفاصلا حول قاعدة البيانات التي أنشأت المفوضية والمحتوى الذي تم إدراجه ضمن بياناتها إضافة إلى توفير تلك البيانات لمن يريد مراجعة جميع الأعمال التي تقوم بها في موضوع آخر أشرف وزير التنمية الحيوانية اليوم من قرية جد ببلدية أشوركيت على انطلاق الإحصاء العام للثروة الحيوانية على المستوى الوطني يهدف هذا الإحصاء الأول من نوعه إلى جمع البيانات الكافية للثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في بلادنا من قرية جدة التابعة لبلدية أشوركيت في ولاية البراكنا أشرف وزير التنمية الحيوانية حمديت لشين رفقة والي البراكنا على إطلاق الحملة الوطنية للإحصاء العام للثروة الحيوانية وبهذه الإشارة انطلقت فرق العد المكلفة بالإحصاء في البراكنا على غرار البعثات في عموم التراب الوطني تستهدف الحملة إحصاء دقيقا وشاملا وقد اتخذت كافة اللوازم والمعدات لضمان نجاح هذه العملية الأولى من نوعها في بلادنا يأتي قرار الحكومة بإجراء أول إحصاء عام للثروة الحيوانية تطبيقا للتوصيات الدولية التي تدعو جميع البلدان إلى تنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية وتنفيذا لتلك التوصيات أهدت الحكومة بتنفيذ هذا الإحصاء إلى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الجمغرافي والاقتصادي بتمويل من خزينة الدولة وبدعم مالي وفني من البنك الدولي ومنظمة الأغلية والزراعة إن الإحصاء العام للثروة الحيوانية هو عملية واسعة النطاق تهدف إلى جمع ومعالجة ونشر المعلومات النوعية والكمية عن بنية الثروة الحيوانية وسيقاطي بشكل أساسي مجموعة قطعان الماشية على المستوى الوطني الإبل والأغنام والماعز والبقر والدواجن والحمير والخيل بالإضافة إلى بعض خصائص التربية الحيوانية النوع والسلالة والجنس وهياكل وخصائص أنظمة التنمية الحيوانية الصحة الحيوانية الشغل في قطاع الديناميكي التحركات الماشية وموازاة مع إطلاق الإحصاء العام للثروة الحيوانية أطلق القطاع حملة تحسيسية لتوعية المنمين حول أهمية هذا الإحصاء في إتاحة بيانات شاملة وموثوقة تساهم في تسهيل رصد وتقييم سياساته وبرامج التنمية أتحادية على استعداء التام لبقى كل ما من شأنه أنه ساهم في إيجاع هذه العملية لما لا أهمية بالغة لقدر وخطيبكم فيه يتواجد لتحسر الفريق مننا بجمع إلاحة الوطن بما في أن واقشو من أجل حضور انطلاقة العملية الوطنية مع السادة الولايات وتحسيس أقسامنا ومتسيبنا في الداخل هذه الفرق مزودة بوسائل النقل والشعارات مناسبة لقناع المنمين من إقراض العملية للإحصاء جهود رحب بها المنمون مذمنين المكانة الخاصة التي تليها السلطات العمومية للثروة الحيوانية ومن المنتظر أن تستمر المرحلة الأولى من هذه العملية حتى الخامس من يوليو المقبل فيما ستستمر المرحلة الثانية مدة شهرين محمد الميلهادي قناة الموريتانية بلدية خشوركيت وهنا في العاصمة أشرفت والين وكشوط الشمالية على إطلاق الإحصاء العام للثروة الحيوانية من السوق المواشي في مقاطعة تجنين ويشملها الإحصاء الهدف إلى إعداد بيانات حول الثروة الحيوانية مقاطعات الولاية الثلاث والين وكشوط الشمالية تشرف من السوق المواشي بتنويش على إطلاق الإحصاء العام للثروة الحيوانية الذي تنظمه وزارة التنمية الحيوانية سبيلا إلى تعزيز قدرات المنمين ودعمهم في تحسين جودة المواشي على المستوى الوطني واستفادة أصحابها من التدخلات التي تقوم بها الدولة من صحة وأعلاف بناء على المعطيات التي ستقدم للوكلة مشرفنا اليوم على إطلاق عملية إحصاء العام للثروة الحيوانية على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية وهي أيضا فرصة للطلب التوجه للمنمين يسودل منهم في المنازل ويسودل منهم في الأسواق الموجودة على مستوى الولاية بالتعاطي الإيجابي مع فرق الإحصاء وتمكنهم المعلومات كاملها التي لا يطلب منهم بهذا الإحصاء هو الأول أولا من نوعه على المستوى الوطني ثانيا ذا أهمية بالغة بهذا المستقبلا هاي المعطيات والمؤشرات التي لا يخرج بهذا الإحصاء هي التي لا يتمكنها من وضع استراتيجيات وسياسات تعود تعمل على رفع من مستوى وهذه المقدرات الحيوانية والثروات الموجودة على المستوى الوطني ذرق مجهزة بالوسائل اللوجستية ستقوم بهذه المهمة للوقوف ميدانيا على إحصاء الحيوانات والدواجن والمجترات الصغيرة والمزارع ومشارع الألبان هذا بالإضافة إلى تقييد الأسر التي صرحت لوكيل التعداد بملكيتها لأي نوع من الحيوان وفي ولاية واكشوط الغربية انطلقت صباح اليوم من مباني المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية بمقاطعة الإكسر عملية الإحصاء العام لثروة الحيوانية قد أشرف على الانطلاق الرسمي لهذه العملية الوالي المساعدة لولايات واكشوط الغربية بحضور السلطات الإدارية والبلدية بمقاطعة الإكسر هنا من مقر المندوبية الجهوية لمزارة التنمية الحيوانية بولايات واكشوط الغربية يطلق والان واكشوط الغربية المساعدة خيارهم المحمد المصطفى الإحصاء العام للثروة الحيوانية بهذه الولاية وذلك بحضور السلطات الإدارية والبلدية بمقاطعة الإكسر هذا الإحصاء أنه مهم وأنه يهدف إلى خلق قاعدة بيانات وتعود عند القطاع المختص تساعده في وضع أي استراتيجية مهلا تستهدف تنمية تنمية هذه القطاع وتهدف تنمية أي شيء آخر مهلا تنمية بسرعة عامة في طار هذه القطاع وبالتالي نطلب من كافة المواطني الأسر خصوصا المستهدفة وملاك المشاريع منهم يتعاملوا بشكل إيجابي مع العدادين موزعين على أحياء المقاطعات بصورة عامة بالتالي طالبين من الجميع لأنه يجاوب معاهم بإيجابية ويعطيهم ذلك المعلومات اللهم يطلبوا منه واللي في الأخير لا يتعود أن لا تخدم المصرحة العامة وقد عبئت لهذه العملية أربع فرق كلفت بإحصاء الثروة الحيوانية بمزارع تربية المواشي أو الدواجن فضلاً عن ما يوجد منها بالمنازل بهذه الولاية كما انطلقت صباح اليوم بمقاطعة الميناء عملية الإحصاء العام لثروة الحيوانية بولاية المكشوطة الجنوبية يهدف هذا الإحصاء إلى إعداد وجمع البيانات المتعلقة بهذه الثروة من أجل وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد تسيداً للعناية التي توليها السلطات العمومية للثروة الحيوانية باعتبارها أحدها من مرتكزات الاقتصاد الوطني يتي تنظيم حبل انطلاق الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية على مستوى ولاية واكشوط الجنوبية المنظم من قبل قطاع الثروة الحيوانية بالتعاون مع الجناح الفني للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي خطوة ستسيم في رسم الخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع ستمكنوا عملية الإحصاء من توفير مالي المعطيات المتعلقة بالتوزيع المكاني هيكل وخصائص الثروة الحيوانية إمكانية القيام بدراسات متعلقة بالثروة الحيوانية على مستوى الوحدات الإدارية معلومات عن تدفقات الانتجاع والرحل قاعدة بيانات في المجال الرعي على المستوى الوطني حسب الولاية والمقاطعة والبلدية من أهل الصياغات والتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المجتمعية تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى هذه النتاج والأهداف مشروط بتعاون الجميع أسر ومنمينة وأصحاب مزارع وتجار حيوان لذا يتطلب من الواجب الوطني التعامل بإيجابية مع أكلاء العد المكلفين بجمع البيانات ورصدها تلك البيانات التي تكون محاطة بالسرية التي يضمنها القانون المنظم للإحصاء المنتخبون المحليون ثمنوا من جانبهم هذه الخطوة التي تدخل في صميم اهتمام السلطات العليا في البلد بالثروة الوطنية عموما وبالحيوانية منها على وجه الخصوص نختار في هذا المنبر نجد تحياتنا ونرفع تحيات ساكنة لفخامة رئيس الجمهوري السيد محمد الشيخ القزواني اللي منتع عهداته هذه الخطوات الجبارة اللي دور تساهم في التنمية بصورة عامة وما فيها تنمية هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني من جانبه عبر المتحدث باسم الباع على مستوى السوق المركزي محمد ولربو عن شكره لسلطات العمومية على توفير كافة المستلزمات الضرورية بهذا المرفق الحيوي والتي يعد المسح الشامل للماشية أولى الأولويات ست ذراق في مقاطعات الولايات الثلاث طيلة شهر كامل من أجل جمع البيانات الشاملة عن هذه الثروة داخل هذه الولاية آذر الفوج السابع والأخير من حجاجنا الميامين المساء اليوم أرض الوطن متوشها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وقد كان في توديع هذا الفوج الأمين العام لوزارة شون الإسلامية والتعليم ناصر رئيس بعثة الحجاج هذه السنة 420 شخصا هم عدد أفراد الفوج الأخير من حجاجنا الميامين البالغين 3500 قدموا خلال سبعة أيام خلت إلى المدينة المنورة أظهر بقاع الأرض على ساكنها أتم الصلاة وأسكى التسليم الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رئيس بعثة الحجاج بيت الله الأحمد الأسود عين الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل أداء فريضة الحج هذه السنة مبرزن التعليمات السامية في هذا المجال يمثل هذا الفوج الفوج الأخير ضمن سبعة أفواج ويبلغ عدد الحجاج هذا العام 3500 حج تم نقل 2940 عبر خطوط السعودية ناس وتم كذلك نقل 500 حاج عبر الموريتانية للطيران بهذا الفوج يكون قد اكتمل حجاجنا الميامين بن الله تعالى في المدينة المنورة التعليمات كذلك صدرت وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية طبقاً لتلك التعليمات وبفريق متكامل ميدانياً في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وبمتابعة مباشرة مع الوزير الشؤون الإسلامي والتعليم الأصلي نسهر جميعاً وطبقاً لهذه التعليمات التي أصدرها في خامة ناس جمهورية على وضع حجاجنا الميامين في ظروف حسنة من خلال التفوج والإقامة والتسكين والإعاشة وكذلك سيتم نقلهم بين الله تعالى بعد إكمال صلاة الأربعين في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وطمئن الحجاج بأن هناك فريقاً طبياً وأن هناك فريقاً إعلامياً وأن المؤطرين وهي فرصة لأشكراً كل طواقم وزارة الشؤون الإسلامية على عملهم الدؤوب كل خمسين حاج يرافقه مؤطر يقوم به على سعادته والسهر على حمايته ومصالحه وتوجيهه الحجاج أشادوا بمستوى التنظيم وما قدم لهم من أحكام ذقية ونصايح طبية وتذقيف بالمواقع المقدسة على العموم ما فهم مشكلة طبعات تقوي من العملية كامل إيجابي مع أن العمل البشري تملا فيه في نقص لغير بعض العموم إيجابي كامل إجاءة السفر إلى الديار المقدسة كانت مرضية إن شاء الله لم نلقى أي سعوبات وهذا ما أستطيع أن أؤكده لكم ما تلاقينا إلا ما هو أحسن من أحسن إلى أحسن جيد كامل السفر إلى خلاله منه وراجعاً على المستقبل يعد إن شاء الله كذلك موسم الحج للعام الهجري ألفين واربعمائة وخمسة واربعين تميز هذه السنة بتدابر أسمت في انسيابية عملية التفويج وفق الخطة المرسومة الرامية إلى توفير مساكن قرب الحرمين الشريفين مع استحداث مخيم حجاج موريتانيا في مشعر مينان ولأول مرة بالقرب من موقع رمي الجمرات فحجاً مبروراً وسعياً مشكوراً لحجاج بيت الله الحرم الذين أتوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم مشاهدنا كرام الله هنا ودعوا زميلي سلم ليحظوا ليرافقني في جزء الأول من هذه المسائية مشكوراً بلغة الإشارة وواصلوا معكم ما تبقى من فقرات مسائيتنا لهذه الليلة حيث أشرفت رئيسة جهة المفشوط صباح اليوم على افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا وستنقش هذه الدورة الوضعية في منطقة الساحل والعمل على تنمية العلاقات بين شعوب القارة الإفريقية آلية تعزيز التعاون بين المجموعات المحلية بإفريقيا حتى تتمكن من القيام بالدور المنطبها في الدفع بعجلة التنمية على أكمل وجه كان محور النقاش في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا في دورتها الحادية والثلاثين ينعقد اجتماعنا اليوم ضمن مناخ مضطرب حيث الحرب مستعرة في فلسطين وأوكرانيا هذا فضلا عن الصراعات والاضطرابات بمنطقتنا منطقة الساحل وهو ما فاقم الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا خاصة وأن مدننا ما زالت تئن تحت الآثار السلبية لوباء كوفيد-19 وبطبيعة الحال فإن منظمة الحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا تواجه مصاعب مضاعفة إذ يتعين عليها تلبية رغبات السكان الذين يطالبون بكل شيء والنهوض بكل الأعباء في ظل شح الموارد وعدم تلقيها حتى مجرد مساهمات الأعضاء الاجتماع تضمن مداخلات أكدت أهمية ترصيخ أسس لمركزية ودورها البارز في التنمية المستديمة وتقريب الخدمة من المواطنين احتضنت دار الشباب القديم مساء أمس حفلة اختتام الموسم الثقافي ورياضي للإتحاد العام للطلاب الموريتانيين وقت وجه هذا الحفل بتوزيع جوائز تشجيعية على المتفوقين من الطلاب الذين اشاركوا في مسابقات القرآن الكريم وكرة القدم والألعاب التقليدية وبهذه المناسبة بيّن المين العام للإتحاد التهامي والسيد محمد أن الاتحاد يسعى من خلال تضنيم النسخة العاشرة من موسم الثقافي ورياضي لتشجيع مواهب الطلبة المشدين والمتفوقين وحثهم على التنافس والتحصيل العلمي وقت ضبرت فعالية اختتامها الموسم وداخلات ركزت في مجملها على ضرورة تحقيق المطالب طلاب المشروعة وغية إعانتهم على الدراسة وما تطلبه من تسهيلات مشاهدين الأنباء الدولية بعد فصل قصير موسيقى 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 اهلا بكم من جديد تعرضت مناطق عديدة في قطاع غزة لقصف عنيف وسط استمرار المعارك بين المقاومة والاحتلال الذي يؤكد تصميمه على استمرار الحرب رقم الدعوات الوقف في اطلاق النار وابرامي صفقة التبادل للأسرى ميدانيا اعلنت وزارة الصحة في القطاع انه وصل الى المستشفيات 40 شهيدا وبيئة 50 مصابا خلال الساعات الماضية ولفتت وزارة الصحة الى ان الاف الضحياء ما زالوا تحت الانقاض وفي طرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصولة اليهم فازت مرشحة اليسار الحاكم كوريديرا شيمبيون بانتخابات الرئاسة في المكسيك بفارق كبير عن منافستها اليمينية لتصبح اولى رئيسة للمكسيك وفق النتائج الولية التي نقلتها وسائل الاعلام واظهر استطلاع للرأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع ان الشيمبيون حصدت نسبة 57.8% من الاسوات متفوقا بفارق من الواسع على سيناتورا السابقة المتمية الامين الوسطة التي حصلت على نسبة 29.1% من الاسوات وكانت انتخابات في المكسيك قد شهدت اعمال عنف مشروع اصابات المخدرات حيث صنفت هذه الانتخابات على نهال اكثر دموية في تاريخ المكسيك الحديث بعد مقتل نحو 38 مرشحا في سلسلة من الاقتيالات مشاهدنا الكرام المسائية انتهت لم يبقى إلا نذكر بالعناوين عنوين مسائيتنا لهذه الليلة نعود للتذكير بها مشاهدنا الكرام عيس الجمهورية يشارك بالعاصمة الكورية سيول في حفل العشار المنظم على شرف رؤساء الدول والحكوبات الافريقية المشاركين في القمة الكورية الافريقية المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تطلق تكمين لمجموعة من الاعلاميين وشبكة الصحفيات الموريتانيات تنظم مستقا لتغطية الاعلامية المهنية للانتخابات وزير التنمية الحيوانية يشرف من بلدية أرشورغيت عن انطلاق الاحصاء العام للثروة الحيوانية على المستوى الوطني مشاهدين الكرام المسائية انتهت أخبار الولايات مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير مع زميل الناجح الأحمد تحية من اليوم باقي فريق العمل إلى اللقاء